سقطت صنعاء وارتفعت صرخة الميليشيا في الشوارع والمساجد وطغت رائحة البارود على السلام ارتفع سقف الطموح الإيراني في المنطقة وامتد الجسر الجوي بين صنعاء وطهران بواقع رحلتين يومياً وخسر اليمن الكثير من الأشياء والكثير من المشاريع التي كانت إيران تتبنىها تحدث صالح الصماد بثقة عن التطورات المهمة في العلاقة بإيران وخسارة اليمن للكثير من المشاريع التي كانت طهران تتبنىها فيما أثبتت وقائع الأحداث طبيعة تلك المشاريع التي شكلت جوهر العلاقة بين طهران والحوثيين كان الابتهاج الإيراني واضحاً وتجل في تصريحاته ومباركات الجانبين بينما احتفى الطهران معلنة أن صنعاء أصبحت رابعة عاصمة عربية في قبضتها كان اليمنيون يرقبون بأسن بالغ انهيار دولتهم وتحول الجيش اليمني إلى مرتزق وأدوات للقتل بأيدي ميليشيا خارجة عن القانون كانت المؤشرات تؤكد أن اليمن تمضي في اتجاه ألا عودة وقد تبدد حلم اليمنيين بدولتهم المدنية الموعودة هذا القرار هو لا يستهدف غير القوى الإجرامية هذا القرار لا يستهدف الجنوبيين كجنوبيين انتهج زعيم الحوثيين خطاب التكفير والتخوين لكل خصومه وأطلق دعوته الشهيرة بإعلان التعبئة العامة من أجل الحرب ضد مخالفيه ممن أسمهم بالدواعش والتكفيريين بمن في ذلك الرئيس هادي الذي لجأ إلى عدن ومنها إلى خارج البلاد بعد ملاحقته كانت الحرب قد انطلقت ولم يعد هناك مجال لإيقافها خصوصا بعد سيطرة الإنقلابيين على صنعاء واستيلائهم على أسلحة الجيش غادرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية البلاد وسيطر شبح الحرب على مفاصل الحياة لدى اليمنيين وهو ما أعده الكثير من المراقبين مؤشرا على سوء الأيام القادمة التي تنتظرها اليمن جال الحوثيون بعرباتهم عموم البلاد وبهتت مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ومنازل الخصوم عرضة للنهب والغنيمة اتجهت ترسانة الأسلحة نحو الجنوب وسيطرت على معظم أجزاء تعز ولحج وباتت على مشارف عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة في معركة فرضت على اليمنيين كان الجميع يؤكد أن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد لاستعادة دولتهم المنهوبة وناموس الجمهورية كانت قناعة الانقلابيين والحوثيين تحديدا أن اليمن سقطت في أيديهم وأن حكمهم لليمن سيستمر لألف عام قادم وأن أمجادهم ستعود رغم أن في ثورات اليمنيين أنصح أولئك المهرولين الذين هرولون اليوم إلى عدن ظن صالح أنه تمكن من الانتقام من ثوار 2011 واستعاد السيطرة على زمام الأمور وبدأ أقرب من أي وقت مضى من ملكه المسلوب إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو ما حدث عقب ذلك الأمر الذي قلب المعادلة رأسا على عقب وهو ما يفسره كثير من المتابعين بمكر التاريخ الذي يفاجئ الجميع بمن في ذلك كتاب التاريخ ذاته تدخل التحالف العربي